أقرت السلطات الإيرانية رسميا بسقوط 12 قتيلا خلال الانتفاضة الشعبية التي رفعت شعار إسقاط نظام ولاية الفقيه في غالبية المدن الإيرانية بعد ترد الأوضاع الاقتصادية في البلاد وذكر التلفزيون الرسمي أن قوات الأمن تصدت لمحتجين أمام مراكز للشرطة وقواعد عسكرية دون تفاصيل إضافية وتدخل الانتفاضة الإيرانية اليوم الخامس لها في وقت تواصل فيه السلطات الأمنية حجد عناصر الحرس الثوري وقوات البسيج لمواجهة أوسع حركة احتجاج تشهدها إيران منذ عام 2009 وكانت السلطات الإيرانية قد أغلقت تطبيقات على هواتف المحمول وقطعت الانتصالات وخدمات الإنترنت عن مناطق تشهد مواجهات عنيفة في محاولة للتعتيم على حجم المظاهرات